شكرا سيد الرئيس أنا متأكد أنه ستلاحقهم الكوابيس واللعنات السورية والعراقية والليبية واليمنية والفلسطينية منذ الأيام الأولى للحرب الإرهابية المفروضة على بلاد سوريا تتداعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والتي باتت تستحق بجدارة لقب الفرسان الثلاثة المدافعين عن الإرهاب ويا ليتهم يقتدون بشخصية دون كيشوت التي تحدثت عنها سيد الرئيس لأنها شخصية نبيلة كانت تدافع عن العدالة الإنسانية تتداعى إذن هذه الدول إلى جانب دول أخرى من خارج هذا المجلس مثل تركيا وقطر والسعودية إلى عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والمشاورات الجانبية بصياغها المختلفة وطرح مشاريع قرارات الواحد والآخر بطريقة أدت إلى خروج الأمم المتحدة عن أهم مبادئها ومقاصدها في حفظ السلم والأمن الدوليين لتصبح لممارسات البعض الخاطئة منبراً وأداةً للدفاع عن الإرهاب في سوريا وحمايته والترويج له وتقويض التوافق الدولي حول مكافحته ولن نفاجأ إذا استمر الحال على ذلك أن ترشح حكومات هذه الدول الإرهابيين من أمثال جون البريطاني وأبو مرة الفرنسي وأبو هريرة الأميركي وأبو المقداد التركي وعبدالله المحيسني السعودي وأبو عبد الرحمن الكندي ونضيف إليهم من ذكرته زاملتي المندوبة الأمريكية قبل قليل واسمه أبو جعفر من حلب كما قالت أن ترشحهم لنيل جائزة نوبل للسلام أو أن تقترح حكومتها فرنسا وبريطانيا إطلاق اسمي أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة وأبو بكر البغدادي زعيم داعش على شارعين في باريس ولندن تخليداً لمساهماتهما في العمل الإنساني في حلب وتعزيز الديمقراطية وحماية المدنيين ونسأل الفرسان الثلاثة اليوم عن صوتهم المختفي وموقفهم المخزي من قصف المشفى الميداني الروسي اليوم وقتل طبيبتين روسيتين وجرح عاملين ومرضى فيه من قبل الإرهابيين المعتدلين ممن يدافع عنهم هؤلاء داخل مجلس الأمن وخارجهم قولاً وفعلاً إن هذا المشفى الميداني الروسي مخصص لإسعاف وعلاج المدنيين الأبرياء الذين حررهم الجيش السوري وحلفائه من تحت قبضة أرهابي جبهة النصرة الذين كانوا يحتجزونهم كدروع بشرية وهي الحقيقة الثابتة منذ دخول الأرهابيين إلى حلب في صيف العام 2012 والتي استطاع مبعوثان أمميان أن يعترفا بها أخيراً وأقصد هنا السيدان ستيفان ديمستورا وستيفان أوبراين خلال إحاطتهما الأخيرة أمام هذا المجلس السيد الرئيس إن تحرير ما يقارب المئة ألف مدني من سكان حلب التي تسمونها بحلب الشرقية بمن فيهم عشرات الآلاف من الأطفال لم يكن في يوم من الأيام جزءاً من خطط حكومات الفرسان الثلاثة وأتباعهم وإلا لكانت هذه الحكومات رحبت بإنجازات الجيش السوري وحلفائه الذين يحاربون الإرهاب في سوريا نيابة عن دول العالم كافة بعد أن بات خطر الإرهاب يهدد كل زاوية في أنحاء هذا العالم بسبب السياسات الرعناء والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه حكومات هذه الدول لن أكرر على مسامعكم أيها السادة ما يعانيه أهلنا في مدينة حلب بسبب ممارسات الجماعات الإرهابية ولا القصص المروعة التي رواها أهلنا المحررون من بطش هذه الجماعات وأجرامها ولكنني أؤكد لكم أن حكومة بلادي بدعم من حلفائها لن تستسلم لمحاولات هذه الدول الثلاث وأدواتها لاستغلال مجلس الأمن في دعم الإرهابيين في سوريا ولن تخذل أهلنا في حلب ولن تتوانى عن ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في طرد الإرهابيين من حلب ومن كل بقعة على الأرض السورية وفي إنقاذ السوريين من ويلات وممارسات هذه المجموعات وذلك انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بمكافحة الإرهاب شأننا في ذلك شأن أي دولة عضو متمسكة بممارسة سيادتها في هذه المنظمة الدولية سيد الرئيس لقد التزمت حكومة الجمهورية العربية السورية وحلفاؤها بكافة فرص التهدئة السابقة حرصا منها على حياة المدنيين السوريين لكن ذلك لم يكن إلا فرصة للجماعات الإرهابية وبدعم وبتوجيه من مشغليها من الدول الأعضاء في هذا المجلس وخارجه من أجل إعادة تجميع قواها ومقاتلها الإرهابيين وتلقي المزيد من السلاح والإمدادات العسكرية والبشرية واللوجستية من أجل استكمال جرائمها بحق الشعب السوري وفي هذا السياق فإن السؤال الذي بات الشعب السوري والرأي العام العالمي الحر يطرحه باستمرار هو هل سرق في أي مكان أو زمان في هذا العالم أن فرض مجلس الأمن بقرار منه هدنة مع الإرهابيين تسمح لهم بالتقاط أنفاسهم وتعزيز تسلحهم عدة وعددا في مواجهة هذا الابتزاز السياسي الرخيص الذي يمارسه الفرسان الثلاثة فإن الحكومة السورية بدعم من حلفائها لم تتدخر جهدا منذ الأيام الأولى في حربها ضد الأرهاب في احترامها القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وممارسة واجبها في تقديم المساعدات لكافة المحتاجين السوريين وكان آخرها كما تعرفون فتح المعابر أمام المدنيين في حلب لتسهيل خروجهم كما أنها منحت الفرصة للمسلحين لترك أسلحتهم من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة وذلك في مقابل تخلي المنظمات الإنسانية الدولية ومسؤوليها بما في ذلك الأوتشا الذين لطالما تباكوا أمام هذا المجلس تخليهم عن تقديم أي شيء لمساعدة أهلنا الذين حررهم الجيش السوري من الأرهاب في حلب حتى هذه الساعة لقد بات حريا سيد الرئيس على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن لا تنساق وراء المحاولات الحثيثة لبعض الدول الأعضاء من داخل هذا المجلس وخارجه من أجل اعتماد قرارات لا تخدم في النهاية إلا تقوية الإرهاب وتعزيزه في سوريا وهو أمر لن تسلم منه أي دولة عضو في هذه المنظمة وأؤكد على كل من يدعي حرصه على تحقيق مصلحة الشعب السوري سواء في تخفيف معاناته الإنسانية أو التوصل إلى حل سياسي بقيادة السوريين أنفسهم كما تقولون أنتم أو القضاء على أفة الأرهاب فعليه أن يطرق باب الحكومة السورية والعنوان معروف للجميع ختاما سيد الرئيس إن حكومة دولة دائمة العضوية في هذا المجلس يدافع وزير خارجيتها صباح اليوم عن قتل الطائرات السعودية لألاف المدنيين في اليمن وتدمير هذا البلد لا يمكن أن تكون في موقع يؤهلها لتوجيه الاتهامات الباطلة للآخرين لقد قال وزير خارجيت بريطانيا اليوم أن السعودية لم تتجاوز أي خطوط حمراء في اليمن وأن بلاده ستستمر في تزويد السعودية بالسلاح والمشورة في حربها على اليمن هذا حرفيا هكذا قال وزير خارجيت بريطانيا على الرغم مما يشهده العالم بأسره من قصف للمستشفيات وقتل للمدنيين وتخريب للبنى التحتية في اليمن شكرا سيد الرئيس